السلام عليكم ورحمة الله اهلا بكم فيديو جديد من سوبر مامي انا عفاف ودي قناتي من الحاجات اللي لازم نعملها لفترة دي وندوم عليها جدا ان احنا نبعد عن ملامسة الاسطح الملوسة ندوم على غسيل ايدينا بالمية والصابون كويس جدا ما نتعرضش لأي شخص بيعتص نستخدم كمامات في الاماكن العامة والمزدحمة والافضل ان احنا ما نروحش اماكن ولا عامة ولا مزدحمة اساسا الحفاظ على مسافة محددة بين كل شخص والتاني ويلا بينا نبدأ الفيديو كلنا دلوقتي شغلنا تشاغل هو الحماية الوقاية التعقيم هشارك معاكم بالفيديو ده النهاردة تنظيف وتعقيم اجزاء كتيرة من البيت للحماية والوقاية غالبا كل المتابعين عارفين ان اللي هيحصل في الفيديو ده ما يفرقش كتير عن الروتين العادي بتاعنا اللي بنشاركه مع بعض طول الوقت لكن الوضع دلوقتي مختلف شوية في اننا حرسين زيادة بننظف ونعقم اكتر عن طريق الكلور والمية دي الحاجة اللي اجمع عليها في الوقت ده اللي احنا فيه في التطهير والتعقيم عايز اقول كمان ان السرير من الحاجات المهمة جدا جدا لانها بتلامس زيما وشنا واحنا نايمين النفسنا بيبقى على طول في المخد ده يعني حساس قوي السرير لازم يوم بعد يوم تغيري الفرش بتاعه كله ماينفعش انك تغيري ميلاية بس من على الوش او كوفيرتا او اي مفرش او تغيري للمسلا المخدات بس لازم كل الطقم بتاع السرير يتغير ملاية ومفرش وتكيات ومخدات طويلة وكل حاجة ممكن يعني يوم يعني كل يومين مرة ده معدل كويس قوي في الوقت اللي احنا فيه ده بلاش حكاية ان احنا ممكن نغير مرة في الاسبوع او مرتين في الاسبوع كده كتير الارضيات اساسي مهم جدا واساسي ان احنا نعقمها وانطهرها دايما سمعنا كلام كتير ان الفيروس ممكن يكون عشان تقيله وبينزل على الارض ها الله اعلم صحة الكلام من عدمه يعني ولكن الارضيات دي احنا بنضافها على طول بس نستخدم الكولور والمية فان احنا دايما تكون الارضيات عندنا نظيفة عشان عندنا ولاد وبيقوا على الارض ويمسكوا حاجات من الارض لازم ناخد بالنا ان الارضيات تكون نظيفة دايما لو عندك شمسة موجودة ممكن نهوي السجاد شوية سنوص ساعة ولا حاجة في الشمس برضو يكون جميل جدا البسكت بتاع القمامة اللي موجود في اي قوضة اساسي اساسي ان انت تتعقميه من برا وتغير الكيس بتاعه دايما وتنظفيه كويس قوي من برا برضو بالكلور والمية على قل الارضة بتاعة تتشقق كلها كل 3 سيام تتمسح مرة بالكلور والمية كويس جدا وبقية الايام انت بتشفطي عادي بالمكنسة لما بتجي تكنسي السجاد المفارش واي حاجة ممكن تلامس ايدينا بنتدي نغيرها دايما حشيل مفرش السفرة هلمع الازاس كويس قوي برضو مش بملمع الازاس ولا حاجة بالكلور والمية البخاخ ال الاسود دوت انا حطه فيه مليا كله مية على غطة من الكلور هرش كل الازاس بتاعي وابتدي ألمعه كويس وبعدية نحط مفرش نظيف هتعملي كده بقى في كل البيت اي مفرش محدود عندك على ترابيزة على تحت تلفزيون اي مفرش عندك هتشيل مفارش كلها بتاعت البيت ما عنديكش غيار بازيل هتغسليها كلها الاول بعدين تفرشيها تاني عندك بازيل خلاص يبقى انت هتغيري كل المفارش في نفس الوقت كل القطعة اللي موجودة في البيت سواء كانت ديكور او حاجات بنستخدمها برضو بتتنظف كويس اوي بالكلور والمية اسواء كان طبق على الصفرة اي شمعدان اي بمبونيرة اي حاجة موجودة عندنا ممكن نمسكها باقي دينا او الولاد يستخدموها او يحركوها من مكانها هي برضو هتتنظف كل الاسطح هنرش عليها مية وخل ما استخدمتش ملمع الازاز خالص غير في المريات مش اكتر من كده انما باقي كل الازاز اللي عندي هو انا استخدمت فيه المية والكلور لو انت تستخدمي ملمعة ارديات زي دي ضروري جدا تكون انت مش هفطة التراب كويس اوي ومنضفة الارض من التراب لو الارض فيها تراب وانت بتعمل انا بعملو دلوقتي ده هتلاقي الدنيا كلها بيت عندك طينة يعني هتلاقي المية مع التراب قلبلك كده طينة وبيعت انت بتلحوتي مش بتنظفي فضروري جدا او استخدام اي ملمعات ارديات عموما ان انت تكوني من منضفة الارديات من التراب كويس اوي طبعا مش هنقول بقى احنا في الشطة ومش بنرفع السجاد لأ هنرفع كل السجاد على اقل في اول مرة روتين للبيت بعد موضوع الكورونا ده كل الحاجات اللي موجودة عندي على الاسطح انا كمان هلمعها كمان لمعت الاكر بتاعت ابواب القوة كلها والاكر بتاعت باب الحمام وباب الشقة برضو كل المقابض اللي ممكن تنسيكي تفتحي او تيفيلي بيها انا برضو لما عطاها بنفس البخاخ والفوتا. اه في بنوتا كانت كاتبالي في الكومنتات الفوتا اللي نضفنا بيها الفيديو اللي فات المشتريات دي بتترامى ولا بتتغسل لا بتتغسل عايزة جدا. اختلي فوض التنظيف كلها مية سخنة وممكن شوية كولور لو الوانها مش حطبوز او ما ممكن تحطي معاها شوية خل. هتنضف كويس جدا او ممكن كولوركس الوان لو مش هيقصر لو انت مش عايزة تقصري على الوان بتاعتها. عايزة جدا وبتتنظف عاديو بنستخدامها تاني في التنظيف برضو. مش بنرميها يعني. كل الاسطح عندي وكل الحاجات اللي موجودة برضو فوق الاسطح. هنعمل كده في كل البيت نغير كل فرش السرير على اقل في اول مرة الروتين هتعمليه. فنغير كل فرش السرير ونلمع كل الاسطح وكل الحاجات اللي موجودة عليه. الروتينيك كست بيت في المطبخ كان بيكون نضافة مش اكتر. دلوقتي احنا بننظف وانتهر ونعقم للوقاية من الاصابة باي حاجة موجودة في الوقت اللي احنا فيه ده. ربنا يعافينا وانا يعافيكم. الروتين في المطبخ هيكون مختلف شوية لان المطبخ تفاصيله غير تفاصيل البيت. المطبخ تفاصيله اكتر شوية. سواء كان الحاجات اللي على الرخامات حنفيات ارضيات تلاجة بتجاز كل الحاجات دي بنلمسها في المطبخ. فضروري جدا ان احنا هنعقمها كلها وانتهرها كل ماداشي في المطبخ وتعملي اه اكل. يعني بتستخدمي الحاجات الموجودة في المطبخ. طبعا بتخرجي وتنزلي وتطلعي. اه وترجعي تاني تشتغلي بحاجات في المطبخ. فاحنا عايزين ان احنا دايما المطبخ يكون في حالة تعقيم تام. المطبخ مكان بنعمل فيه الاكل. فمن الاول بيقول ان هو لازم يبقى نضيف. ودلوقتي بنأكد اكتر. آآ عايز اقول بس ان احنا مش بنستخدم خالص الكلور مع الحاجات اللي بناكل فيها سواء الاطباق او الكوبايات. مش بنخسل بكلور خالص. بنخسل بالبريل او الفيري اي ساي بتستخدميه مع الخل. ده اساسي. بنخسل الخضار والفاكهة. عشان برضو ده سؤال جالي في الفيديو اللي فات. الخضار والفاكهة بخسل بخل. بنوضف الحوت بتاع الموعين ده كويس جدا واحط مية. واحط كمية خلي كويسة برضو. بس الخل المركز. مش خلي السلطة. احط كمية خلي كويسة على المية دي. وابتدي انا اعفيها الخضار والفاكهة بتاعتي من خمس لعشر دقيق كده. وبعدين اخسل كويس قوي. ونشف كويس قوي قوي. لازم امسح الخضار كويس قوي ونشفه بعد المية. آآ ده برضو بيديله يعني بحيس ان الخضار بينضف اكتر وبيبقى فيلمع كده وما فيهوش اي طراب ولا اي حاجة خالص. وبعد الغسيل يعني. بالنسبة للرخامات واللي عليها مهم جدا. طقم التوابل اللي تمسيكي دايما معالي التوزيع. الرخامة نفسها اللي بنقطع عليها بس هنقول في الوضع اللي احنا فيه ده ما نقطعش بقى على الرخامات اي حاجة. هنستخدم برض التقطيع في ان احنا نقطع اي حاجة احنا عاوزينها. ليه? عشان هنلمع الرخام بتاعنا بالبخاخ اللي على مية. الكلور ما ينفعش باي حال من الاحوال ان يلامس اي حاجة فيها اكل وشرب. حتى التلاجة مش بنلمعها ولا بننظفها جوه بالكلور. ممكن كنا نستخدم دي طول او نستخدم اي سائل تنظيف على خل. انما اي مكان بنحط فيه اكل ما ينفعش نستخدم فيه كلور. فانا الرخامات دي حلمعها بالكلور والمية. فهنبتدي بقى ان احنا لما نيجي نقطع افضل حاجة نقطع نستخدم برض التقطيع افضل حاجة وانسب حاجة يعني. انا كده لما اعطي الرخامة دي ودلوقتي بلمع الحاجات اللي موجودة عليها. الحامل بتاع التوابل نفسه آآ بعيد عن النظافة يعني ان هو ما يكونش مليان توابل ومتلاحوس من ايديك يعني سواء كنتي بتستخدمي اي حاجة في المطبخ واستخدمتي التوابل. آآ احنا هننضف الحامل نفسه كويس. والعلب كلها من برا. اهم حاجة المعبض بتاع العلب او المكان اللي انت بتمسكي منه دايما. وكمان الغطى. اخو احنا هنعمل كده كل يوم. لا طبعا مش كل يوم هنعمل كده. بس على اقل تكوني حاسة ان كل حاجة حواليك نضيفة. يعني ممكن كل يومين نعمل الحركة دي. سهلة قوي ان انت كده كده الرخامات بيتمسح يوميا طبعا. ولكن الحاجات اللي على الرخامة لأ هننضفها كل يومين. كل يومين هنعمل الروتين ده كده. ان احنا هنلمع الرخامة بالحاجات اللي عليها. آآ الحنفية. الحوض بتاع المعين تغيسل كويس قوي. وبرشه بقى مش بالكلور بارش بالخل. كويس جدا خلي مركز قوي. واسيبه حوالي عشر دقايق. وبعدين المع كويس قوي الحوض. عندي برضو التلاجة بالمعبض بتاعها. اللي بنفتح ونقفل منه. هيتطهر كويس قوي برضو بيتنظف. واساسي طبعا ارضيات المطبخ. بيقع منك اكل وفتفيت وفرافيت ومش عارف آآ حاجات كتير كده بتستخدمها في المطبخ وتلاقيها سقطت مننا وقعت. فاساسي كل يوم كل يوم آآ ارض المطبخ هتتنظف. السجادة اللي موجودة عتتنفط كويس او تتشفط بالمكنزة. ونلمع كل الجزء بتاع السرميك اللي باين بالمية والكلور برضو. مش معنا ان هو طقم توابل. يبقى مليان فلفل وملح وكمون. آآ لا خالص. ولا الحامل كمان يكون عليه ترتشط اي حاجة خالص. آآ خذ يبالك انك دايما تستخدم الجوانتي. انا بستخدم الجوانتي دايما وانا برة. كل ما يجي انزل آآ لازم بلابسة جوانتي وقبل ما قلع قبل مخرج قبل ما ادخل البيت يعني بقلعه برة على السلم. ومعايا كيس في الشنطة بحط فيه الجوانتي وخلاص ارميه. واول ما حد يدخل من الباب على طول ما يحطش ايديه على اي حاجة خالص. ويبتدي ان هو على الحمام يخسل ايديه بالمية والصابون كويس جدا. مية والصابون كافي قوي. ونرش بس الكحول. المنطقة بتاعة الحوض مهمة قوي انها تكون نشفة مش معليهاش مية وبلل كتير قوي. برضو الحنفية بالكلور هتلمع جدا وتبقى نظيفة قوي. ما تنسيش السراميك اللي ورا الحنفية ده. ده دايما في المكان او او مش ورا الحنفية بقى بالذات. لا خصوصا المكان اللي انت مكان التقطيع بتاعك. انا عشان المكان بتاعي ده اللي عنده الحوض ده هو ده اللي بقطع عليه دايما على بورد التقطيع او او حتى على رخامة. دايما ببقى مركزة قوي ان المكان بتاع السراميك اللي ورا ده يكون نزيف. اللي حتى لو انت بتقشري بتقطعي فرا ولا تعملي اي حاجة في الخلاط بتلاقي المكان اللي انت دايما بتستخدمي فيه السراميك اللي وراه коعا ضايما بقع يعني ومش نظيف. فاخذي بالك انك في الرواتين بتاعك تجيبي الحيطة اللي بتبقى ورا الحوض دايما او المكان اللي بتقطعه فيه اي حي جدا. اللي هو مكان استخدامك دايما يعني كل واحدة بتبعى عارفة يبتقف فأني مكان في المطبخ اكتر الوقت. وده كده شكل الحضور رخامة والحنفية والحيطة وكل الجزء ده بعد ما تناشف كويس قوي. عندنا على رخامة في فرن كهرباء او آآ كده كده برضو لازم آآ كله من الجزء بتاعه الخارجي كله آآ ان هو يتلمع قوي برضو بالفوتة اللي مرشوش عليها كلورو مية. برضو السكاكين ضروري جدا جدا. حتى الحامل بتاع السكاكين برضو يتنظف كويس. نيجي بقى للجزء بتاع الرخامة طبعا كل الرخامات اللي عندها لازم يكون ده شكلها. بتكون بتلمع كده بالشكل دوت وانتي متأكدة تماما ان الرخامات كلها متعقمة ونظيفة. عندي كمان حرف في الرخامة كده بيكون موجود ده لو انتي نسيتيه في المطبخ جنب البوتاجاز عندك الرخامة بتاعة البوتاجاز. لو فيها الحرف ده هتلاقيه مليان دهون لو انتي بيش تمسحين. فاخذ يبالك جدا من الحرف ده ان الكل ما تيجي تلمعي الرخام تاخذ يبالك قوي تركزي على الحرف بتاع الرخامة ده. اللي انتو شايفينه دلوقت ده. من الحاجات الاساسية عندنا اللي احنا كده كده بنهتم بيها جدا في الايام العادية خالص بعيد عن الوضع اللي احنا فيه هو البسكت بتاع القمامة. لازم يكون نظيف جدا. ما الكيس يتغير دايما. ترمي اول باول. علشان ما يبقاش فيها موش حشرات آآ روايح مش كويسة. يكون المعبض بتاعه ونظيفه ومتطهر كويس قوي. الحرف شايفين الحرف دوت ما يكونش واقع عليه اي حاجة مسقطة ولا اي حاجة بتحطيها ويبقى ملزق وملحوس كده. لازم يوميا انك بمنديل حتى آآ منديل مطبخ ترشي كلور ومية وتمسحيه وتلمعيه. كل الحاجات دي ما بتاخدش وقته خالص. عندي الارضيات اهي. السجده بتاعتي مش نظيفة خالص انا لمتها. اخر حاجة هشاركي معاكم النهاردة في الروتين بتاعنا. حاجة طبعا منفعش ان احنا نخفل عنها خالص. خالص هو الحمام. الحمام بقى هو طبعا بيحب الكولور جدا. دي حاجة معروفة من زمان. فحنفرم الحمام بالكلور والمية. واي منظف طبعا عندك. عايزة بس ألفة نظرك لحاجة آآآ في حاجات حنركز عليها قوي. الحاجات اللي نستخدمها دايما في الحمام وبننمسها بأدينا. وعايزة اقولك كمان ان البادي نفسه بتاع الطايلت والحود والبنيو جوه وبره. لازم يتنظف كويس قوي. مفعش انك ننظفي فرشة ضد الطايلت بس بالفرشة كده الطايلت من جوه بس. وملكيش دعوة خالص بمكان السيفون او المقبض بتاع الشطاف او الغلاف نفسه يعني بتاع الطايلت من بره. لأ خالص لازم كل البادي بتاعه من بره يتنظف كويس قوي وهكزا الحود وهكزا البنيو. آآ بعد ما نخسل طبعا بالكلور والمية وننظف كويس قوي نسيبها كده عشر دقيق وبعدين نشطف على طول. كمان الارضيات مهمة قوي بالفرشة تدعك كويس قوي نسيب عليها الكلور شوية وبعدين نسحب المية والنشفها تاني. حنفيات لازم تتلمع كويس قوي وتنشف بعد المية. آآ عندي الحاجات اللي موجودة بنستخدمها في الحمام بتكون موجودة على الميراية كده. آآ برضو نفس البخاخ هنلمع كل الحاجات اللي مستخدمها دي وبنمسكها بأدينا. هنلمعها كلها بالبخاء بتاع الكولور والمية برضو. هنغير المفرش اللي موجود لو في مفرش عندك على الميراية المكان اللي بنحط عليه الحاجات دي ونرصها على الميراية. هنغير المفرش هنمسح بملمع الازاز. الازاز الميراية تاعت الحمام. ونغير المفرش ونمسح كل الحاجات كمان علب الشامبو حمام الكريم والبالسم كل حاجات اللي موجودة عندك بتستخدميها في الحمام كلها هتتلمع بالشكل ده من بره. عندي كمان المقبض بتاع باب الحمام اساسي جوه وبره. الباب نفسه هنرش عليه برضو وننظفه كويس قوي. يعني عايز اقول ان دي حاجة رخيصة قوي مش بنقول لكم نشتريه بقى منظفات ولا ولا نشتري حاجات غالية. الكولور يعني موجود في كل محلات وسعره مش غالي خالص. هو دوت اللي هنستخدمه مع شوية مناصف كده صغيرين في تنظيف اي حاجة موجودة عايزين نعقامها او انتهرها. الفوطة اساسي انها تتغير كل يوم. ولو استخدناها في اليوم كده يعني فترة كتيرة يعني آآ نغيرها خالص ممكن مرتين في اليوم عادي جدا. عندنا نغسلات الوتوماتيك وبتغسل ومن غير ما نتعب ولا اي حاجة. فالفوط تتغير دايما. مجرد انها بس بلبلت منك كده وتوضيتي او مسحتي فيها. هتلاقي طبعا ريحتها كم كمت. بالاضافة طبعا ان كل حد بقى ليه فوطة افضل حاجة. كل حد بقى ليه فوطة بيمسح بيها زي ما كل دلوقتي حد ليه ازازة او ليه كوباية بيستخدمها. او زيكي بعد الفيديو ده تهتمي بكل تفاصيل البيت. مفيش وقت اكتر من اللي احنا فيه ده. المفروض ان احنا نهتمي بكل تفاصيل البيت وكل الحاجات اللي بنلمسها وولادنا بيلمسوها في البيت. يارب يكون الفيديو عجبكم. مشجعتكم على روتين تنظيف وتاقيم وتطهير للبيت. ولو انت اول مرة تشوفيني وده اول فيديو لك في القناة دوسي على سابسكرايب او كلمة اشتراك الحمرة اللي تحت الفيديو فعلي علامة الجرس على الكل عشان يوصلك مني كل فيديو جديد. اشوفكم على خير انسوا الله الفيديو جديد.